في نهاية سنة 2020 وبداية 2021 بعد المعلومات التي وصلت إلى وزارة التجارة من متعامل كثر خاصة نقابات سواء من ناحية القضائية أو ما يتعلق بالمحاسبين أنه فيه جمعة من مؤسسات منها مكاتب استشارة أجنبية تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية هذا مدفع بمصارح وزارة التجارة بالقيام بعملية كبرى فيما يتعلق رقابة أكثر من 507 مكتب الاستشارة عبر القطة الوطني مع الأسف الشديد المكاتب 35 أجنبية من بين 507 كانت تشتغل في الاستشارة القانونية والاستشارة المالية بدون وجه حق لأن القانون الجزائري واضح الاشتغال في هذه الوظافية حكرا على الجزائري وهي تتطلب رخصة أو اعتماد من طرف الهيئات القانونية وبالتالي وزارة التجارة تخطت مجموعة من القرارات وكانت قرارات سرمة منها تقديم وتحرير 44 محضر متابعة قضائية على 44 مكتب حسابة تحرير 30 محضر متابعة قضائية بالنسبة لـ 30 مكتب ائتيمان ماني وتحرير 7 محاضر متابعة قضائية بالنسبة لمكتب الاستشارة القانونية بالإضافة إلى شط من سجلات تجارية لهذه المكاتب الأجنبية 35 وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كان يقومون بها بدون أي وجه قانوني وبالتالي مع الأسف الشديد أقولها بكل أسف عندما ذهبنا إلى اخترنا عينة من هذه المكاتب الاستشارة الأجنبية من أجل القيام بعمية الرقابة فيه على الأقل ثلاث مكاتب نحن أخذين عينة خمسة وقلنا بعدك خمسة وغير ذلك بدنا بالخمسة الأولى التي اختم اختيارها مع الأسف الشديد ثلاث مكاتب رفضوا ورفض قاطع السماح لموضي في وزارة التجارة بالقيام بما يسمى بالرقابة ورفضوا تقديم الوثائق التي طلبت منها وهذا شيء غير قانوني لأنني لا يعقل أن مكتب حتى ولو كان أجنبي يشتغل في الجزائب يرفض وما يسمحش لأعوان التجارة بالولوج إلى حملية الرقابة وبالتالي طبقنا ما هو منصوص عليه في القانون 0402 وقتها رحنا أغلق هذه المحلات تطبيق لأحكم مادة 46 من القانون 0402 اقترحنا غلقها لستينيو بعد ما ينتهي الغلق ستعد الكرة للمرة أخرى من أجل عمية الرقابة بالنسبة لمكتبين وجدنا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وشورط البيع وهذا مخالف لأحكام المادة 46 و7 من قانون 0402 المتعلق بقانون الممارسات التجارية وهنا أيضا طبقنا القانون يعني اللي يسمحنا باقترح غلق لمدة ستين يوم كعقوبة أولية على هذه المكتب ترجمة نانسي قنقر